إليكم احتمالات تأهل نادي الشرطة العراقي إلى الدور الربع النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم فوز الشرطة على الاتحاد السعودي أو تعادلهما يؤهل الشرطة مباشرة خسارة الشرطة من الاتحاد وخسارة الترجي أمام الصفاقسي يؤهل الشرطة خسارة الشرطة من الاتحاد وفوز الترجي على الصفاقسي يؤهل الترجي خسارة الشرطة من الاتحاد وتعادل الترجي مع الصفاقسي قد يؤهل الترجي بفارق الأهداف خسارة الشرطة من الاتحاد 1-0 وفوز الترجي على الصفاقسي 1-0 يؤهل الترجي مباريات حسن بطاقتين المجموعة الأولى تقام في يوم الأربعاء غدا عند الساعة السادسة مساء بين الشرط العراقي والاتحاد السعودي والترج التونسي وصفاقسي التونسي نتمنى التوفيق لنادي الشرط العراقي في هذه المهمة ومدرب نادي الشرط العراقي أحمد صلاح قبل مباراة الاتحاد السعودي مباراة الاتحاد لا تخلو من السعوبة خذنا مبارتين من الجانب البدني والفني على مستوى عال ونأمل عودة اللاعبين المصابين في مباراة الغد الأربعاء أتمنى أن يشارك الاتحاد السعودي بالتشكيل نفسها التي لعب بها أمام الترج والصفاقسي التونسي لأن الفريق البديل أو اللاعب البديل سيكون لديه الدافع لتقديم المستوى الجيد لتحقيق الفوز لذلك أريد مواجهة الاتحاد السعودي بالتشكيل الأساسي سنحدد اليوم مشاركة محمود المواس من عدمها وكابتن فريق شرطة على عبدالزهرة مباراة مهمة وصعبة عزمون على تحقيق نتيجة جيدة أمام الاتحاد السعودي مباراة الصفاقسي والترج أسبحت من الماضي تفكيرنا في مباراة الغد وكيفية تحقيق نتيجة جيدة تؤهلنا للدور الثاني أنا بخير رغم الإصابة القوية وسأكون جاهزا لمباراة الغد اللعب بخياري الفوز أو التعادل قد يشتت دهن اللاعب في بعض الأحيان ولدينا لاعبون سبقين خادوا مباريات كبيرة مع المنتخبات ولندية سنلعب من أجل التأهل للدور الثاني وقبل مواجهة الشرطة العراقي مدربنا للاتحاد السعودي نونو سانتو ردا على رغبة مدرب الشرطة العراقي أحمد صلاح بمشاركة الاتحاد بالتشكيلة الأساسية مدرب الاتحاد نونو سانتو يجب أن ينتظر غدا لا أريد الخسارة أمام الشرطة وهدفنا صدارة المجموعة سنقيم حالة كانتي في تدريب اليوم وسنرى إذا كان يمكنه المشاركة من عدمها أمام الشرطة العراقي الجميع يعلم إن لدينا مشكلة في الدفاع ولا يهمني أجنبي أو محلي الأهم أن ندع الحلول من وجهة ندري الشرطة المتألق قد ودع قدما في الدور الثاني من البطولة الأندية العربية روعة وأداء توصل الأخدر إلى النقطة الرابعة على حساب الأندية التونسية تعادل سلبي مع الترجي وأبداع متجدد للحارس أحمد باسل والمتمكن أحمد فرحان الشرطة كان قريبا من الفوس في محاولات كثيرة أكدت حاجته الملحة لمهاجم هداف أحمد صلاح يوفق في إدارة المباراة وقراءة الترجي والصفاقسي وتحجيم أدوار أغلب الوقت متفاعلون بمواصلة النجاحات رغم المواجهات الصعبة أمام الاتحاد السعودي ونعمل بتحقيق الفوس فيها وإدارة نادي الشرطة تلتقي الفريق وتشيد بالأداء أشادت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة بالمستوى المبهر الذي قدمه الفريق في مبارته السابقة أمام السفاقسي وترجي التونسيين في إطار بطولة الملك سلمان للأندي الأبطال وقال الرئيس النادي الفريق حليم كمال فرود إنه يشعر بالفخر من الأداء الذي قدمه الفريق خلال مباراتهم أمام السفاقسي وترجي مؤكدا إن الإدارة قررت تكريم الفريق لأداءهم الفني المهم وأداف إن الإدارة تلقت العديد من الاتصالات التي تشيد بما قدمه الفريق لا سيما إنها من قبل معالي وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم فضلا على الإعلام العراقي المساند لفريق الشرطة بشكل كبير وتابع إن إدارة لن تألو جهدا في دعم الفريق وتعزيز النتائج التي حققها وصولا إلى نتيجة التي تؤهل الفريق لبلوغ الدور الثاني من البطولة إن شاء الله الشرطة حقق ما كان مرجو منه وهو حسد أربع نقاط في أول مباراتين وبانتظار الجولة الأخيرة لتحسم التأهل والتي سيلاقي الشرطة فيها الاتحاد السعودي القوي غدا الأربعاء الشرطة أمام الترجي في الشوط الأول كان ممتازا ولكن الشوط الثاني للأسف كان سيئا رغم الفراغات الدفاعية الكثيرة التي تركها الترجي في دفاعاته تبديلات الجهاز الفني للشرطة كانت مستغربة بعد شيء في المبارات السابقة حينما استبدلت على عبد الزهرة أشركت لوكاس وفي مبارات الترجي أشركت محمد مزهر الذي لم يعط أي إضافة والتبديل الآخر حينما أخرجت فهد اليوسف أشرك السجاد جاسم بدلا من بسام الذي أشركته في المبارات السابقة والسجاد لم يقدم أي دافة إذن بالمجمل العام لم تكن تبديلات لاستغلال المساحات ولا حتى أعطاء قوة في الاستحوات على الكرة أما بالنسبة لموضوع اللاعب لأي العاني تؤد إدارة النادي طلبة أن تودح لجمهورها الكريم أن اللاعب لأي العاني وحسب القانون هو اللاعب للطلبة حيث وقع عقلا قانونيا مع النادي واستلم دفع مالية عن قيمته وإذ تستغرب الإدارة قيام اللاعب بالتوقيع مع ناديها السابقة الزوراء فإننا نؤد أن نبين أن اللاعب لم ولن يمنح استغناء من النادي حتى يخطو هكذا خطوة أقل ما يقال عنها إنها تنم عن عدم تحليه بأدنى مستوى من أخلاقيات المهنة وبالتالي بات أمام النادي سلوك كل الطرق القانونية الكفيلة بالحد من هكذا أخلاقيات وإنهاء هذه الداهرة الغير المهنية وتدعو إدارة الطلبة كافة الأندية إلى الوقوف بحزم أمام هكذا لاعبين من أجل تحقيق احترافية لدى اللاعب المحلي يرفع من خلالها سمعة الرياضة العراقية في المحافل الدولية كل التغدير للجمهور النادي الغيور ونعاهده إن هكذا تصرفات لن تمر على إدارة النادي مرور الكرام المكتب الإعلامي لنادي الطلبة الرياضية الأول من شهر آب لعام 2023 وشركة برو المسؤولة عن تسويق جولة الأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية بطولة جولة الأبطال الودية في الولايات المتحدة شهدت نجاح كبير هذا العام ومشاهدات قياسية أكثر من ربع مليون شخص حذروا المباريات الخمسة التي يقيمت لغاية الآن مباراة الكلاسيكو بين الريال مدريد وبرشلونة شهدت الحضور الأكبر والمشاهدات الأعلى لغاية الآن تعليق فارس عود على قناة أبو دبي أمتع الجمهور العربي كثيرا النسخة المادية كانت حقوق البطولة تلفزونية لمنطقة الشرق الأوسط حصرية لدى قناة الرابعة الرياضية وهذه النسخة مناسفة بين قناتي أبو دبي الرياضية والكويت الرياضية ستكون هناك بطولات كبيرة أخرى قريبا على قنوات أبو دبي الرياضية سيتم الإعلان عنها قريبا الاتفاق الذي أنجزته شركتنا بين ستار بلزي وتدبيق المنصة في العراق يتيح للجمهور مشاهدة محتوى الرياضي كبير مثل الدوري الإيطالي والهولندي وأخيرا جولة الأبطال الودية ولاعب منتخبنا العراقي كيفين يعقوب اللعب للمنتخب يحتاج تكتيكا خاصا ويجب فهمه في مدة قصيرة ومع النادي هناك الكثير من الوقت أصعب ما في الدوري السويدي يتمثل بسياسة الأندية كونها تمنح فرصة قليلة للشباب بالنسبة لي كريسيانو رونالدو أفدل من ميسي وفي الجزء المتبقي من هذه الحلقة دعونا نحلل مباراة الكلاسيكو بين ريال مادريد وبرشلونا ريال مادريد كما قلنا سابقا فريق مرعب لكن يحتاج لمهاجم أولا ومضرب ثانية دعونا من المجاملات أنشلوتي لم ينقض ريال مادريد بل ريال مادريد أنقذ أنشلوتي وسلمه الريال بعد تجربة فاشلة في نافولي وإيفرتون الريال يحتاج لتغيير في الكادر الفني روميو هذا بثلاث مليون فقط شباب اللاماسيا يعملون جيدا فرانقي دي يونغ وبيدري حجار أساس أكثر ما عجبني في برشلونا في مباراتهم أمام ريال مادريد تناقل الكرات بأريحية بالرغم من خطورة المكان المتناقل به الكرات وهذه بحداتها تقى كبيرة الريال هدد هدد وحاول لعب كرة جميلة وندية لكن الأمانة يعني توصل الكرات للثلث الأخيرة بطريقة رائعة طيب من سينهي الهجمة الريال يحتاج لمهاجم بأسرع وقت حتى رودريغو كنت أدنه يسلح للعب كمهاجم لكن تحركاته لا تناسب مهاجم نبدأ من جانب ريال مادريد كان جيد وفعل كل شيء في المبارات عدد تجيل وهذا يظهر لك كم الريال يحتاج لمهاجم سواء كان أمبابي أو أسمين أو هاريكين فكل هذه الأسماء جيدة لكن الأقرب أمبابي والسؤال هل سيأتي لا أعرف الصراحة أخبار المتناقدة وفي بعض الأحيان من نفس السحفيين والصحف على العموم مادريد يعرف هذه الأمور وسيعمل على تغطية هذه المراكز قلت مراكز لم أقل مركز لأن حاجة الريال لدهير عيما أيضا أزبحت حاجة ماسة للفريق كارفاخار لم يعد قادرا على مقارعة الشباب بكل صراحة وغريبا لم نرى اهتمام جاد من الإدارة للأسماء التي يقال وضعتها في طاولة جيمس وغيرهم عموما هذا ما رأيته ينقص الريال أما برشلونة فأعتقد قد حسمت الأمور بالنسبة لتشافيه هيرنانديس واتدحت التشكيل الأساسية يبقى سوال فقط بين روميو وغافي أعتقد أن برشلونة فاز بلاعب رائع أتحدث عن لوبيس شاهدته ضد أرسنال كان جيد والآن ضد مادريد اللاعب صغير لكنه جريء يسدد ويسجل ويسنع واتشافي بالفعل قد حسم أمر بقاء لوبيس في الفريق الأول وأيضا أعتقد أن كوندي والحفاظ عليه وأن يلعب كذهير سيكون جيد إن كنت ستجلب الرجل بحجم كانسيلو أما تجلب لاعب عادي أعتقد سيكون من الخطأ وأعتقد أيضا أن باقي الأمور واضحة تماما أما بخصوص موضوع ديمبلي أما دفع الشرط الجزائي أو لا شيء معركة جديدة تلوع في الأفق بين برشلونة وباريس سان جيرمان وهذه المرة مع أثمان ديمبلي في قلب الصراع فريق برشلونة على بعد خطوة واحدة من خسارة أحد نجومه العظماء وعلى الرغم من حدوث أشياء جديدة كل ساعة وكل شيء قابل للتغيير فإن الموقف في الليلة المادية كان إن النادي الفرنسي قد أبلغ كتابيا عن استعداده للتفاوض على انتقال ديمبوس لكن قبل برد لا هوادة فيه من برشلونة نادي برشلونة واضح جدا في هذا الأمر فهو لا يريد التفاوض على أي شيء مع باريس سان جيرمان ويشير إلى الشرط الجزائي والذي سيصل اعتبارا من يوم غد إلى 100 مليون يورو إرادة نادي برشلونة هي عدم بيع ديمبلي وقد عرض عليه عرض جديد للاستمرار كلاعب في برشلونة إلى ما بعد 2024 المباريات التي غاب عنها ديمبلي مع برشلونة للإصابة في موسم 2017-2018 غاب عن مبارتين وفي موسم 2019-2018 غاب عن 13 مبارات وفي موسم 2019-2020 غاب عن 37 مبارات وفي موسم 2021-2020 غاب عن 22 مبارات وفي موسم 2021-2022 غاب عن 3 مبارات وفي موسم 2022-2023 غاب عن 17 مبارات تعليقي بالنسبة لي بالتأكيد رحيل ديمبلي أكيد خسارة لبرشلونة لو لم يعودوه بنجاح سوبر نعم ديمبلي كثير الإصابات ولكنه الآن بدأ التأقلم واللعب بأكثر جدية وروح ولكن المشكلة كما قلنا سابقا ليس برحيل ديمبلي فبالتالي اللعب هو خير وغير مسيع أما بالنسبة لي تيشيلسي فعشاق البلوز في انتظار الموسم الجديد وكيف سيكون داء الفريق الموسم المقبل بعد موسم كارتي بكل المقاييس حيث احتل الفريق المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي تستمر تورة تيشيلسي في التغيير فبعد تغيير الملاك والمدربين أتى الدور على اللاعبين هل ستنتهي لعنة الروسي إبراهيموفيتش؟ فمنذ تركه للفريق لا تخيل ولا الساحر بوتر ولا حتى النجم السابق لامبارد تمكنوا من تصحيح الأوداع موسم جديد بمدرب جديد على تيشيلسي قديم على الدوري الإنجليزي ولندن المدرب الذي قاد تتنهام إلى أفضل أيامه ببلوغ نهاي أمجد البطولات الأوروبيية يتمنى إعادة الهيبة المفقودة إلى السود لندن تورة اللاعبين هي الأخرى لم تتوقف بعد الأرقام الخيالية التي تم سرفها الموسم الماضي والتي بلغت 350 مليون جنيه استرليني إلا أنها لم تشفي غليل الأمريكي بويالي فتم استخدام كل من نوك نوكو و جاكسون و موريرا أنجيو لو في انتدار حسم صفقة كاسيدو إلا أن الفريق تقلى أيضا على العديد من اللاعبين على غرار هاورتز و كانتي و ماندي و أوم بيانغ حيث أن بعضهم كان يمتر كايزة النادي في أوقات السابقة فهل سيتأثر تيشلسي بذلك خاصة إنه في أشد الحاجة إلى لاعبي الخبر حاليا؟ هل سيكون تيشلسي منافسا على اللقب هذا الموسم؟ أم إنه سيعوض ضمن كبار القوم؟ إذا وصلك الفيديو يرجى الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد و شكرا لكم على المشاهدة